أستاذ محمد عويس تتفق مع الأستاذ محمود بايدن قدم هدية لرئيس أردوغان أم أنه أوقعه في فخ؟ قدم هدية وأنا لا أخاف على تركيا تركيا دولة رئيسية في الإقليم ودولة تحافظ على الأمن الإقليمي والدولي والجميع بحاجتها من الشرق ومن الغرب الجميع بحاجتها وعلى الغرب والشرق ألا يلعبوا ويتلاعبوا بهذه المركزية لأن تركيا لن تدعن لأحد بل ستكون مستقلة في حفظ السلم والسلام في المنطقة وحفظ كرامة وسلم وسلام الشعب التركي لا أخاف على تركيا بل أخاف على هؤلاء الذين لا يفهمون عقلية الاستقلالية بل يفكرون بالفكر الاستيطاني الاستعماري القديم الذي ذهب وولى والآن هنا لعبة جديدة في العالم وتركيا ستبقى كما كانت في الطليعة وقوية كما كانت